أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة السيدات والسادة يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية وأن أتواجه بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني على مبادرته لاستضافة هذه القمة بالبحر البيت وعلى كرم الديافة وحسن الاستقبال وعلى جهده وفخامة الرئيس إمانويل ماكرون ومئيس الجمهورية الفرنسية بالحفاظ على دورية انعقاد هذه القبة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي يلتأم هذا الجمل الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التي احتضنتها بغداد في أغسطس عام 2021 حين تعهدنا معا على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعبا في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية ودورها العربي والإقليمي الفاعل ويأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع بالعراق وأغتنم هذه المناسبة لقي أتقدم بخالص التهنئة إلى دورة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وللشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل استحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل السادة الحضور إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أتر التعاون الثنائي أو المتعدد كألية التعاون السلاسي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف أفاق جديدة للتنصيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعما لمساراته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستدبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها وبما يحقق مصالح شعوبنا لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بلغة السلبية لامتشار الإرهاب والفكر المتطرف وولاة السراعات والحروب طويلة الأمد في السياق لم يخل من تدخلات خارجية على نحو أثقل كهل العراقيين وارتدت آثاره إلى كل شعوب المنطقة وتثمن مصر غاليا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلبية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجيها الوطني كما لا يفوتني أن أشد بمساعد دولة العراقية على سعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد واسمحوا لي من هذا المنبر أن أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدقوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر ففي نجاح العراق نجاح لنا جميعا لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكن مؤسساتها من الاطلاع بمهمها في حفظ الأمن وأعلاء سيادة القانون والتصدي للقوات الخارجة عنه وصول مقدرات وثروات الشعوب وهما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد وفي إطار من المصارحة فإن هذه الأهداف لن تتحقق ما لم يتم علاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وبما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية والتشدد والانقسام والأفكار الرجعية التي لا مكان لها في عصرنا الراهن فالعالم يتسع للجميع والاختلاف لا يمكن التعاطي معه بالاستمرار في صراعات ممتدة لا غالب فيها ولا مغلوب وفي هذا السياق يأتي إناقات قمتنا اليوم لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاسده وفي مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والتوقف عن فرض سيادة الأمر الواقع وهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة وتأسيسا على ما تقدم تؤكد مصر على رفضها لأي تدخلات خارجية في الشؤون العراق وهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائد دول المنطقة وإمانا من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين ألية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرمية إلى تحقيق التكامل على نحو أن يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في دوء ما يربطها من إعلاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة وأجد التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حاليا في إطار الآلية وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتوح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها وختاما أود أن أتوجه بكلمة إلى شعب العراق الشقيق فأقول يا شعب بلاد الرافدين العظيم إنني على ثقة تامة في قدرتكم على المضي قدما صوب مستقبل أقزر الزهار متسقا مع حضارتكم العريقة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الإنسانية وكل يقين أن ما تتسمون به من تعددية وما تمتلكونه من إمكانيات سيتيح لكم تجاوز أي تحديات مهما بلغت لقد حققتم الكثير في سبيل استعادة بلادكم وعليكم استكمال إنجازاتكم على طريق البناء والتنمية والتطوير وستجدون في مصر دائما عونا لكم وسندا لتطلعتكم وخياراتكم ليبقى العراق دائما إحدى قلاع العروبة ومن أهم مراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة